الممتاز تابعنا طبعا مجموعة كبيرة من الصفقات في الأندية نروح بقى للأندية المتبقية ونبدأ بالبنك الأهلي البنك الأهلي كابتن كالت جلال السنادي تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين جدا أحمد توفيق طبعا زهير أيمن نادي بيرامز السابق ومن لعيبة طبعا المميزين جدا أحمد توفيق ولعيب دولي محمد أبو جابل حارس مارما الزمالك طبعا من أحسن الحراس في مصر سلام جابر لعيب وسط وجوكر في نص الملعب إسلام جابر طبعا من لعيبة الحريفة جدا حمدي علاء برضو لعب وسط نادي الزمالك إعارة ومن لعيبة المميزة جدا حمدي علاء ويعني أنا بقول لكم استنوا حمدي علاء ده حيبقى لعيب يعني مميز جدا وهيزر بشكل كويس جدا الموسم القادم أسامة فيصل طبعا مهاجم الزمالك إعارة أيضا إلى البنك الأهلي أسامة من المهاجمين الوعدين وكابتن المنتخب الأولمبي أدب حامد لعيب وسط برضو مميز من نادي النصر موليد 2001 رزاق سيسيه طبعا لعيب مميز جدا يعني ما شاء الله صفقات مميزة نادي البنك الأهلي رزاق سيسيه لعيب مهداف وقوي جدا من اللعبة الأجنحة المميزة جدا وحمود الجزار برضو من المدفعين المميزين جدا جدا كان في نادي الجونة وانتقل إلى نادي البنك الأهلي دي صفقات البنك الأهلي حوالي سبع صفقات يعني مركزة أو 8 صفقات عملها الكابتن خالد جلال وإدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار نروح لإمبي إمبي مشى لعيبة كتير أو بيع لعيبة كتير واتعاقد أيضا مع حوالي 18-19 لعيب يعني مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين أحمد أمين أوفا شوف ناس سنة اللي فات مع إسترن كامبني وهو أساسا لعب في السيراميكا انتقل إلى نادي إمبي لعب ناجيري اسمه جوزيف أتولي جناح برضو كان بلعب في السيراميكا وانتقل إلى إمبي أحمد صباحة طبعا كلنا عارفينه مدافع المقصة صلاح زايد لعب جناح أيصر من نادي دي كيرنس في القسم الثاني رفيق كابو طبعا لعيب تونسي وانتقل من ودي ديجلة أحمد خليل كلوشا مدافع النصر لعيب كويس برضو كلوشا مدافع قوي سيف الخشاب برضو مدافع من سبورتينج علي أبو طالب جناح أيمن من نادي ده منهور رمضان مصطفى حارس مرمى المقصة وكان حارس الأهلي قبل كده رمضان مودي ناصر برضو لعيب كويس جدا في نص الملعب انتقل من إسترنا كامباني إلى نادي إمبي ديان ميليج صنع ألعاب نادي وارتس بانيا البوسني كان بلعب في البوسنة والهرسك برضو يعني لسه ما شفناهش بقى هنشوفه مع نادي إمبي مروان صحراوي مدافع فيوتشر لعب التونسي محمد عبد العاطي برضو لعيب كويس جدا في نص الملعب انتقل من ودي ديجلة إلى نادي إمبي وإيريك تراوري صفقة قوية إيريك تراوري من نادي بيراميدز إلى نادي إمبي إيريك طبعا من أحسن لعيبة الأجانب اللي موجودين في مصر محمد هشام مهاجم بيتروجيت أحمد عيد الزهير الأيمن لنادي الزمالك برضو من لعيبة المميزة أحمد عيد شملس بيكلي صنق علعاب نادي الجونة طبعا من اللعيبة اللعيب إثيوبي كلنا عارفينه لعب أندية كتير في بيتروجيت وفي المقصة وفي الجونة كريم الطيب طبعا مهاجم نادي أسوان وكان يعني مهاجم مميز جدا وكان آخر حاجة في طلاع الجيش وانتقل إلى نادي إمبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر